باش مواندس انا عايز المحاضرة بعد ما نخلص هاخدها على فلاشة. لأ. مش هتكون متوفرة. اول حاجة لان احنا بنسجل انا بسجل باستخدام الزوم كلاوت. فالزوم كلاوت ده المحاضرة اصلا ما تبقاش عندي. يبتبع على الكلاوت بتاع الزوم. فالكلاوت بتاع الزوم بياخد وقت عبال ما يعمل لها رندر. وبعد كده بعدها بنص ساعة مسلا ولا ساعة بتقدر انك تخش تحملها. طيب. انت لو حملتها توصل لك وده طبعا من سبع المستحيلات اه ان يحصل. فاي اللي بيحصل? اللي بيحصل ان التيم هنا بيحملوها ويشفرها بحس انها تشتغل على المشفر او تشتغل على البلاير الخاص بكيان عشان مش هتشتغل غير على جهازك انت بس. طب لو انا غيرت ويندوز او غيرت جهاز وقتها انت لك تلات مرات تغير فيهم جهاز. تمام? بدون ذكر اسباب او براحتك غير الجهاز عادي بدون اي حاجة. تمام? طيب. اه يعني مش لازم تقولوه ما انا غيرت بسبب كزا. لا غير براحتك. بتخش على المنصة وتطلب حاجة اسمها. المنصة ايه المنصة? المنصة تخليها المرة الجاية. تمام? تخليها المرة الجاية هفاهمك موضوع المنصة مع التاسك. اوكي? فلا. لا الاسبوع الجاي. المنصة هتخش تطلب على الكورس ده اللي انت هتضاف عليه. لما تضاف على الكورس هتخش تطلب حاجة اسمها. انا عايز وشغل على جهاز تاني. فاوكي بيتقابل الطلب ده مسلا في حدود اربع عشرين ساعة تمانية واربعين ساعة بحد اقصى. وبيسمح لك انك تنقل التشغيل من على القديم للجديد. وبيقف على القديم خلاص? في حتة انك تاخد الفيديوهات للاسف غير متوفرة معنا الاسباب اللي انا ارتع.